ايه افضل انواع الكاتاكيت البيضة وايه النوع المناسب للتربية في المزارع وايه النوع المناسب للتربية في المنازل لو مهتم بتربية الفراخ البيضة وعايز تستفاد وتتعلم صح يبقى القناة دي علشانك ادخل واشترك في القناة وما تنساش تفعيل الجرس وتسيب تعليق اجابي علشان يوصلك كل فيديوهاتنا اول باول ويلا بينا نبدأ على بركة الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واخباركم ايه يا رب اشوفكم في احسن صحة وحال وزي ما تكلمنا في اول الفيديو عن اهم وانضف نوع كاتاكيت مناسب للتربية في المزارع ولا يصلح للتربية في المنازل وهو كاتكوت القب هتسألنا تقول لي كاتكوت القب ليه ما ينفعش يتربى في المنازل خليك معي الاخر الفيديو انت هتعرف ايه السبب اللي يخليني مبرشحش كاتكوت القب للتربية في المنازل طبعا كاتكوت القب بيعد او يحتسب بلا منافس هو انضف انواع الكاتاكيت سلالة والسبب معروف طبعا وهو نسبة زيادة الوزن في الصدر يعني بيكون لحم في الصدر ودي حاجة مطلوبة جدا عند المشتريين طبعا عشان الفليه واللحم والكلام ده كله فهو بيبقى عنده اللحم في الصدر بيبقى صدره عريض فبيكون لحم جامد في الصدر زائد كمان ان هو الوزن بتاعه بيحمل اوزان يعني بسم الله ما شاء الله معك في المزارع بيحمل من اتنين ونص لتلاتة كيلو وفي اجل فترة ممكنة كمان من مميزاته كمان المهمة انه بيستجيب بشكل سريع جدا للعلاج يعني ما بيطولش معاك زي باج الانواع او الكلام ده كله لا ده استجابته العلاج بشكل سريع طيب كلام جميل وزي الفلي طب ايه اللي يمنع عندنا ان احنا ما نرشحوش للتربية في المنازل او ايه المشكلة اللي تخلينا ما نرشحوش في المنازل طيب احنا قلنا ان الكاتكوت ده بيستجيب بسرعة للعلاج وقلنا في لحم كتير في الصدر والكلام ده كله الصدر عريض كده تمام زي الفل ده ما يمنعش طبعا التربية في المنازل طيب بالنسبة لكاتكوت القب برغم مميزاته كلها الا ان كل حاجة ولها زي ما لها مميزات لها عيوب ومن عيوبك تكتل قبل زي ما يستجيب بسرعة للعلاج برضو بيصاب بسرعة للأمراض يعني عنده عرضة للأمراض بشكل سريع يعني ممكن تجيه الأمراض بسرعة وانت طبعا لو مش مرب بمزارع انت بتربى في المنزل وما عندكش الخبرة الكافية فبالتالي مش هتعرف تعالجه فممكن يموت منك طيب السبب التاني السبب التاني انه ما بيستحملش درجات حرارة عالية ولا بيستحمل درجات برودة عالية وطبعا انت لو مرب عندك في المنزل يعني بتبقى غالبا كده او تقريبا بتبقى واخد درجة حرارة المكان يعني لو الجو حر عندك والحرارة زيادة ولا حاجة او الجو برد عندك والبرد زيادة الكاتكوت مش هستحمل وهيموت منك ولكن في المزارع بيختلف في المزارع طبعا بيخلي بالهم من درجات حرارة الجو سواء كان حرارة او برد بيحاولوا ان يتساقوا درجات الحرارة علشان كده انا برشح الكاتكوت ده للمزارع عندك انت في البيت او في المنازل لو هتقدر توفر درجات الحرارة المناسبة وعندك دراية بالعلاج والكلام ده كله يبقى انا برضو برشحولك كمان انك تربيه في المنازل ولكن قليل اللي هو بيهتم الدرجات الحرارة بنسبة عالية او اللي بيقدر يحافظ على درجات الحرارة بنسبة عالية او اللي عنده خبرة في العلاج لو عندك الخبرة وعندك الوقت المناسب او عندك درجات الحرارة المناسبة تعرف تنسب درجات الحرارة او تنسك درجات الحرارة يبقى زيك زي المزارع برضو بقى رشح لك كتكوت القب. وده كان فيديو النهاردة يا ربي الفيديو يكون عجبكم ويا ريت يا جماعة اللي مش مشترك في القناة يشترك ويفعل زر الجرس. شكرا لحضراتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ودومتم في رعاية اللي واحفظوا.